وطبعاً إحنا عارفين الإصلاح الصحي بيواجه بكثير من التحديات اللي وجهناها على الأرض من إن 58% بس من المواطنين هم اللي كانوا بيشملهم التأمين الصحي الحالي والحقيقة الإقبال على تقديم أو الأخذ الخدمة من التأمين الصحي الحالي لا تتجاوز 12% من المنتفعين فيه تعدد لأنظمة تقديم الخدمة وتمويلها في القطاع الصحي في مصر فيه انفاق من الجيب للمواطن وما فيش ميكان ولا ملف طبي لأي مواطن ممكن ده كان الوضع قبل التأمين الصحي ولكن برؤية القائد أن يبقى فيه تأمين صحي شامل اشتغلنا وإن شاء الله برنامج التأمين الصحي الشامل وانظومة التأمين الصحي الشامل تستهدف لأنها تشمل 100% من المواطنين فيه حوكمة وفاصل كبير جدا بين تقديم الخدمة وتمويلها والرقابة عليها وده حيتيح أن احنا كل ما ندخل محافظة بنجمع كل الخدمات تحت مظلة هيئة الرعاية الصحية بنوفر على الأسرة الانفاق من الجيب وده مؤشر كبير جدا في البنك الدولي لأن فيه كثير من الدول بتعاني من الإفقار من أجل الصحة في الأسر منظومة مميكانة نقدر نعرف بيها كل المؤشرات الصحية للمواطن ترجمة نانسي قنقر